الدوان الوطني للحج والعمر يبلغ وكالات السياحة والأصفار الرغبة في الترشح لتنظيم عملية الحج للموسم القادم أنه بإمكانها التسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية سحب دفتر الشروط سيكون ابتداء من الواحد والثلاثين ديسمبر اثنان وعشرون عشرون مقابل دفع مبلغ خمسة آلاف دينار لحساب الدوان الوطني للحج والعمر وآخر أجل لاستلام ملفات الترشح سيكون في العاشر من جونفي ثلاثة وعشرون عشرون وتضمن دفتر الشروط جملة من المواد التي تنظم وتثبط هذه العملية خاصة وأنها استؤنفت بعد سنتين فقط من توقفها نتيجة تبعات وباء كورونا وكانت أبرز المواد اشتراط النشاط لخمس سنوات متتالية في تنظيم العمرة وسبع سنوات على الأقل من النشاط في المجال السياحي وأن لا يكون صاحب الوكالة متابعا قضائيا كما تلتزم الوكالات بضمان تذكر الصفر ذهابا وإيابا للحجاج مع التأكد من قيامهم بالفحوص الطبية اللازمة بالإضافة إلى استقبالهم وتفويجهم ومرافقتهم خلال الإجراءات الإدارية والإشراف على نقلهم خلال القيام بكل الشعائر ترجمة نانسي قنقر